صغيرة إسراء هي ضحية أب غير مسؤول أب ما عنده الوصاية على الطفلة وأيضاً ضحية افتراق الأب عن الأم وظروف أخرى تسببت بأن وضعها يسوء أكثر وأكثر ولكن الجاني الأول على الطفلة إسراء هو رجل الدين الذي يقبل أن يحول اغتصاب الطفلة إسراء من قبل رجل بالغ إلى زواج الطفلة عندما كانت في عهدة أبيها وتم التجاوز عليها جنسياً جسدياً وهي طفلة عمل مثل هذا في الدول المتقدمة يعتبر جريمة كبرى البيدوفيليا واختصاب الأطفال مسألة جريمة كبيرة ما يمكن التسامح بها تبقى مسجلة في تاريخ من يعملها حتى يموت تبقى مسجلة في تاريخ من يعملها بيتروفيليا وتبقى مسجلة حتى وفاته لا يحق للخصوصية لا يحق لأي خصوصية يتم فضحة أمام الإعلام وجهه ينفضح ولكن في العراق يأتي لك رجل دين ويغطي علىها الظاهرة ويحولها إلى زواج ويساعد المغتصب أن يذهب إلى المحكمة ويسجل عقد زواج على الطفلة بحيث يفلت من العقوبة وقانون العقوبات العراقي لا يتزال هذه المادة موجودة 398 التي تسمح للمغتصب أن يفلت من العقوبة إذا لم تزوج الضحية الضحية طفلة